إلى ذلك زار وزير الإعلام الثقافة والسياحة معمر الإرياني ومعه محافظ حضر موت مبخوت مبارك بالماضي متحف المكلة التاريخي والذي يعد من أهم المؤسسات الثقافية والسياحية التاريخية بالمحافظة وخلال الزيارة طاف الإرياني وبماضي بأقسام ومكونات المتحف المختلفة التي تضم قاعات المعبد والنقوش والصلاة السلطانية المتضمنة قاعات العرش وقاعة المؤقت التي تضم حاليا متحف الميدان وقاعتين الحمراء والصور كما اطلعا على جناح لملتقى الفن وما يحتويه من لوحات والوسومات الفنية وأثار وطنية تعكس عراقة التاريخ في حضر موت واليمن عموما حيث قدم مدير المتحف رياض أحمد باكر موم شرحا مفصلا عن الدور الذي يطلع به المتحف وما يضمه من آثار ونقوش ولوحات في قسمية الآثار القديمة والذي يشمل آثارا منذ العصور الحجرية القديمة ومملكة حضر موت إضافة إلى جناح التاريخ الإسلامي والقسم السلطاني الخاص بمقتنيات السلطين وقاعاته إضافة إلى قاعة الصور وخلال الزيارة نقل الوزير الإرياني تحيات وتقدير رئيس مجلس القيادة الرئاسية الدكتور رشاد العليمي وأعضاء مجلس القيادة والحكومة لإدارة وكوادر المتحف واهتمامهم بالموروث التاريخي والثقافي الذي يحفظ تاريخ وهوية اليمن من محاولات التشويه التي تستهدفه ميليشيات الحوث الإرهابية التابعة لإيران ترجمة نانسي قنقر